لم يمضي شهر على تولي دونالد ترامب الرئاسة حتى توالت الأزمات على إدارته إذ رشح إلى منصبي وزير العمل أندرو بوزدر المدير التنفيذي لشبكة مطاعم الوجبات السريعة مع واجه سلسلة من الانتقادات وقد سبق لبوزدر أن ساعد مؤسس الشركة التي يعمل بها على تسوية قضاياه مع لجنة الأوراق المالية والبورصات فيما اضطر مستشار الأمن القومي مايك فلين للاستقالة على خلفية فضحة اتصالاته مع الروس وأحاديثه عن إمكانية رفع العقوبات الأمريكية يجب أن تجرى تحقيقات مستقلة وشفافة لأن البيت الأبيض عرف قبل عدة أسابيع أن جنرال فلين ضل لنائب الرئيس وأن محادثاته بشأن العقوبات مع الحكومة الروسية كان يمكن أن تهديد أمننا القومي لأنه كان عرضة للابتزاز فلين أعرب عن أسافه لأنه نقل إلى نائب الرئيس الأمريكي المنتخب معلومات منقوصة بشأن مكالمته الهاتفية مع السفير الروسي فيما رشح ترامب روبرت هاورد ليحل محل فلين في منصب مستشار الأمن القومي ترجمة نانسي قنقر